السلام عليكم مرحبا يا صباح يا شباب بالفيديو اليوم كيف تختار المدينة اللي بدك تعيش فيها بكندا انت جاي جديد على كندا ياريت ياريت قبل ما تجي تدرس الأمر يعني بدقة وبشكل كبير وتختار المدينة الصحية اللي لازم تعيش فيها طبعا إذا في عندك أرايبين هون بكندا هو أوكي شي منيح انك تروح لان عند أرايبينك أو للمدينة اللي عايشين فيها أرايبينك لانه انت بحاجة لمساعدة أول ما بتجي وبالتالي هن رح يوقفوا معاك ورح يدلوك لانه الحقيقة يعني بدك شغل كتير لحتى تقدر توقف على رجليك بشكل صح ما عندك أرايبين بكندا شلون بدك تختار المدينة نحن رح نحكي بهذا الأمر طبعا أول شي أنا لاحظت غالبية اللي بيجو الإجداد اللي بيجو على كندا يعني لأنه نحنا أساسا يعني من بلادنا بنسمع كندا يعني تورنتو يعني فانكوفر يعني مونتريال يعني أدمنتون كلها هاي مدن كبيرة أنت اليوم هات عم تجي على المدينة هاي خليني ألاك شغلي هاي المدن أجاراتها عالية السبب لأنها مدينة كبيرة ولأنها مقتصة بالسكام بشكل كتير كبير النصيحتي إلاك طبعا أنا النصيحة اللي بدي أقولها للكل وانت بك تفكر تجي على كندا وبدك تفكر بالمدينة اللي تعيش فيها لازم تفكر بنفس الوقت أنك انت جاي الفترة الأولى ما عندك شغل ما في شكل فأنت قردي يا أما بدك تعتمد على مدخراتها يلي هي أساساً موجودة معك يا بدك تعتمد على الولفير يلي هو الدولة بدك تعطيك ياه طيب أنا ما عندي حدا بهذه المدينة الكبيرة ليش لا أجي حط لي 2500-3000 دولار أجار بيت إذا كانت عيلة كبيرة وإذا كان بدك تستأجر أبارتمنت ليش لا تحط 1500 دولار فما فوق يعني طابق بنائي أبارتمنت مشان شو أنا ما عندي حدا بهذه المدينة ليش حتى أدفع هاي المصاري طيب هاي المدينة الكبيرة طيب ليش أنا حتى أجي أدفع بهذه المدينة الكبيرة مواصلات غالية لأنه أنت عندك مسافات بعيدة أكيد ما راح الأرنة اللي حتسكن فيها ما راح يكون فيها كل شي راح يكون ما زالنا أميجريشن هناك بها المكان هاي بها المكان هاي بها يعني أنت عندك بنهاية مواصلات عفواً مواصلات غالية نفس الشي المعيشة بشكل عام المعيشة بشكل عام ما نرخيصها يعني بالمدن الكبيرة هي أغلى من المدن الصغيرة كمان تأمين السيارة أحياناً بالمدن الكبيرة عميجي أغلى من المدن الصغيرة إذن أنا جاي على هاي البلد عيش فيها ما عندي حدا جاي قاعد بس عم حط تك مصاريا بي طيب بنفس الوقت خليني أعطيكم الناحية الثانية أنا وقت بختار مدينة صغيرة مدينة صغيرة الأجارات فيها أرخص المواصلات فيها أفضل وأرخص وأقرب كل شي قريب عليك طبعاً المعيشة بشكل عام بالمدن الصغيرة أرخص من المعيشة بالمدن الكبيرة أنا لاحظتها عندك من العشرين للخمسة وثلاثين بالمئة طيب أنا ما بعرف حدا لا بعرف حدا بتورنتو ولا بعرف حدا مثلاً بخليني أقول لندن أونتاريو أو ما بعرف حدا بمسلاً مدينة تانية خليني أقول كاتشنر ولا أي مدينة صغيرة يعني طيب هي كندا وهي كندا بالنسبة لأليك هي كندا وهي كندا ليش لروح أنا للإرني اللي أنا حدفع فيها مصاري كتير هلأ خليني أقول طيب أنت أخي عم تقبض ويلفير طيب الويلفير بيتورنتو ولا بمسيساغا ولا بيلمدن الكبيرة ما رح يكفيك بنفس الوقت الويلفير بالمدن الصغيرة بيكفيك يعني يعني خليني لك كلمة نحن من نقول أنه أخي أنت اليوم أنت اليوم ما معك مدخرات أنت اليوم معك جاي تأخذ ويلفير والتشالد بنفت باع الولاد وأنت بيكون عندك أعطيكم مثال صغير بس وأنت بيكون عندك أربع أولاد أربع أولاد يعني أنت عم يجيك تقريباً ألفين دولار تشالد بنفت وعن يجيك شي ألف ومئتين يعني هو الويلفير يعني تلتة ألاف ومئتين دولار تلتة ألاف ومئتين دولار مدينة كبيرة ما رح يكفيك بينما بالمدينة الصغيرة بيزيد معك منهم شوفوا الفرق هي وين الفرق؟ الفرق بالأجارات بس بالأجارات وطبعاً مثل ما أعطيكم العشرين أو الخمسة وعشرين بالمئة اللي هي فرق المعيشة العامة يعني المعيشة العادية بشكل عام الشغلة الثانية اللي بدي يقولها واللي كماني كتير مهمة طبعاً عداك عن تأمين السيارة عداك عن المواصلات المواصلات شغلة كتير مهمة ما حدا عم يحسبها أنت اليوم يا أخي وقت بدك تروح وتضيق لك ساعة وساعة ونص المواصلات إذا كان بالباصراء فهي عم تضيع وقت كتير لتروح من مكان لمكان وإن كانتك تاخد سيارة فأنت عندك المبارك كبيرة يا أخي أنا يعني أنا رحت عملت كنت بمسي ساقة عملت بس زيارة أنا صديق لألي بمسي ساقة حطيت تقريباً 30 دولار بأوبر بنفس الوقت بتدور مثلاً لندن كلها بتدور ها ما بتدفع 30 دولار يعني هذا المثال كله بيلم نحنا منقول نحنا شواء منقول كله بيلم معناه أهم 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 نقطة بهذا الأمر رح أوضح لكم إياها هلا كل الكلام هداك خلينا نقول أخي مثل بعضها المدن الكبيرة أسعار البيوت فيها عندك عم تحكي 500-600 ألف وأنت طالع مثل تورنتو مثل فانكوفر مثل مونتريال أسعار البيوت نار يعني أنت اليوم خليني أقول أخي أنت جيت واستأجرت ودبرت أمورك أول فترة واشتغلت وعمت لك تعترب على 1000 دولار بالشعر يلي هو المتوسط اللي بيعملوا الكنديين يعني طيب أنت بدك ضل كلام رأيك عايش بالأجار لا يوماً ما بدك تشتري بس بها الحالة هاي بالمدن الكبيرة أنت صعب عليك أنك تشتري حتى لو جمعت الدفع الأولى تبع البيت وعطاك البنك قرد فأنت عندك الدفعة تبع البنك الشهرية رح تكون تقريباً بيئة دفعة الأجار لأنه أساساً البيت غالب بينما المدن الصغيرة رأعطيكم الميسار صغير يعني يعني بوينزر إنت اليوم فيك تلاقي بيت 3 غرف 4 غرف 150 200 ألف دولار فيك تشتري بيت يعني بهذا السعر طيب هذا خليني أقول أنا 200 ألف ما رأي لك 100 ألف لأنه في بيوت بـ 100 ألف في بيوت بـ 150 ألف خلينا نقول بـ 200 ألف البيت طيب 200 ألف أنت دفعت 5% فأنت رح تدفع 10 ألف دولار داون بيمانتالية دفعة الأولى أو 10% فرح تدفع أنت 20 ألف دولار بالنهاية الدفعة تبع البيت رح تكون أرخص من الأجار اللي عم تدفعوا أساساً وقت بتشتري بيت 200 ألف فأنا ليش ما أسس من الأساس بـ مدينة صغيرة دور على شغل فيها اشتغل فيها وهيئ حالي لأشتري بيت صمد لأشتري بيت صمد لأدفع الدفعة الأولى يعني أنا بدي إليك شغل اليوم إنتي قد تجي تشتري بيت بتورنتو أو بميسساقة أو باي حقه 500-600 ألف إذا بدأ ياخد البنت منك 10% دفعة الأولى الدون بيمانت يعني أنت عم تحطي لك 50-60 ألف دولار بنفس الوقت بغير مدينة بكون مدينة صغيرة أسعار البيوت ترخيصة فيها فأنتي رح تدفع لك 10-15 ألف دولار تشوفوا الفرق قديش وبالتالي رقم أنت قادر ممكن مثلا بعد سنة بعد سنتين توفروا برجع بقول دفعة البنك بما تكون عندك بالمدن الكبيرة دفعة البنك 2000 دولار بما تكون عندك بالمدن الصغيرة دفعة البنك ألف دولار لنفس البيت نفس الحجم بهاي المدينة ولا بهاي المدينة هلأ كتير بيجو بيقولولك طب يا أخي هاي المدن ما فيها شغل هذا كلامه صحيح أنا رح رد أرجع لكم شغلي كلمة ما في شغل بالمدن الصغيرة هذا كلامه صحيح نحن عم نقول مدن الصغيرة يعني مدن قد الشام يعني مو مدن قد الكسوة أو مو مدن والله قد يعني ضاحية مثلا من ضواحش لا المدن هي قد الشام وضواحية حتى لهيك أنا بنصحك تفكر كتير منيح قبل ما تقول أنا بتديروه على أي مدينة بدك تختارها هلأ منيجي في شغلة تانية رح أتكون ياها مشان الجامعة تبيج بيلك أخي أنا عندي ولاد دين فوتوا على الجامعة وبالتالي أنا بدي روه على مدينة فيها جامعات تكون يعني فيها جامعات يعني غالبية المدن الصغيرة فيها جامعات ما فيها جامعات فيها كوليجي بس فيها يعني غالبية المدن فيها جامعات يعني وينزر فيها جامعة لندن فيها جامعة كتشنار فيها جامعة كل غالبية المدن أنا عم بقصد هاي المدن يعني أنا ما عمل لك رح تكون بقرية أنا أعملك تكون بمدينة بس صغيرة مو مدينة كبيرة أوكي أنت أولادك بدون يفوتوا على الجامعة طيب أنت يعني بمنان أنه هاي الجامعات اللي بالمدن الكبيرة أساسا أنه تقبل ابنك يجوز تضطر أنت بكرة تلاقي ابنك ما هيقدر ينخل بها هي جامعة رح يروح يدور على جامعة بمدينة تانية ممكن تكون مدينة صغيرة ويسجل فيها هوني لك حتى لو بعثت ابنك لو أنت ساكم مثلا بمدينة لندن وبعتت ابنك يدرس بطورنتو أو بمدينة تانية مثل ما أنا صار بيني أنا وأبني أنا قاعد ونزر وابني عم يدرس بمدينة باري تكلفت ابنك إقامته أكله شربه لدراسته زائد تكلفتي بهالمدينة أرخص مني لنرؤسكم بطورنتو بكل بساطة يعني خلينا نفكر فيها خلينا نفكر فيها صح نحنا شعب يعني 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 استهلكتنا الأيام استهلكت مصرياتنا هي الفترة الماضية اللي اللي عشناها يعني يعني الواحد صفي جاي لهون على أدو جاي لهون يعني زمعها شي مشي أموره جاي أو جاي بده يعيش بده يدبر أموره يعني بده ياخد والفير من الدولة لبينما يدبر أموره أو لبينما يلاقي شغل أقلها فأنا ليش لحتى روح انهك حالي بمدينة كبيرة انهك حالي بالمصروف انهك حالي بالأجارات انهك حالي بنفس الوقت اللي أنا عايش بمدينة هي كمان بكندا يعني لا تفكر أنت زرت على مدينة صغيرة فما رح يصبوك من كندا لا انت قاعد بكندا يا بي ان كنت قاعد بلندون ولا ان كنت قاعد بوينزير ولا كنت قاعد بطورنتو ولا بفانكوفر هي كندا اسمها وكله نفس السيستيم فلهيك نصيحة لوجه الله تعالى فكروا بالمدن الصغيرة لأنه المدن الصغيرة هي اللي رح تريحك يعني انت اليوم قاعدت بطورنتو اشتغلت بأربع تالاف دولار أربع تالاف دولار يمكن ما يكفوك بطورنتو أو بمسيساقا يمكن أنا أقول ممكن ليش لأنه عندك الأجار غالي بينما نفس الرقم هذا لو اشتغلت فيه من مدينة صغيرة رح توفر منه زائد خليني لكون صخب المدن الكبيرة ومشاكل المدن الكبيرة وا 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 هي ما بنا نحكي فيها يعني هي قصة لحالة إلى موضوع لحالها هذا الشيء أقل بكتير بالمدن الصغيرة أقل بكتير ليش لأنه نيك الوضع الطبيعي عدد سكان أكبر مدن الكبيرة وبالتالي المشاكل أكتر هون عدد سكان أقل وبالتالي مشاكل أقل وينما كان فيه مشاكل أقل هذا الكلام بناسب العائلة لأنه نحن بالنهاية عم نعيش عيلي بالنهاية أولادي حيكبروا بالنهاية رح يعني 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 أنا أنا إذا اليوم عم أقول أنا جاي مشان أولادي فأنا بدي أفكر أنه أنا يا ترى إذا كان أولادي عايشين بالمدن الكبيرة تمام الحقي وبمشاكل المدن الكبيرة أفضل ولأن كانوا عايشين بالمدن الصغيرة يلي أحياناً في مدن حتى مشكلة ما بتسمع فيها هذا الموضوع اللي حبيت نوه إله بتمنى أنه تعيروا اهتمام كتير وبتمنى أنه تفكروا فيه منيح قبل ما تاخدوا القرار أنه أنا بدي روح عايش بهي المدينة أو بهي المدينة أنا ما عم بكي عن وينزير أنا عم بكي عن المدن الصغيرة بشكل عام كلياتها يلا بي بي